الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى القاضي بشجاع والشارح رحمه الله تعالى ابن قاسم الغذي والمحشي رحمه الله تعالى سيدنا الشيخ إبراهيم البيجوري ونفعنا الله بعلومهم جميعا وبعلومكم في الدارين آمين ثم المياه تنقسم على أربعة أقسام أحدها طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه من استعماله وهو الماء المطلق عن قيد لازم بقرأ في الهامش بقرأ الأول في الهامش صفحة 28 حسب النسخة بالله صفحة 29 في النسخة خلي معكم فهنا النسخة بتاعتي قديمة بنقرأ في الهامش الأول وبعدين نقرأ بعد ذلك تجد في الهامش كاتب الشرح المثن بين قوسين والشرح خارج القوس ثم المياه تنقسم على أربعة أقسام أحدها طاهر في نفسه مطهر لغيره غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق عن قيد لازم فلا يضر القيد المنفك الهامش صفحة المقبض فلا يضر القيد المنفك كماء البئر في كونه مطلق والثاني طاهر مطهر مكروه استعماله في البدن لا تستوب وهو الماء المشمس أي المسخن بتأثير الشمس فيه وإنما يكره شرعاً بقطر حار في إناء منطبع إلا إناء النقدين لصفاء جوهرهما نجي بقى في الشرح نخش في صلب المث علشان نبتد نشوف التلميسين الأعيناء ودول حيتشرحه كيف على الأن خلص قوله المياه اللي هو ثم المياه يعني المياه أي كل واحد منها لا مجموعها وإحنا قلنا تنقسم دي اللي هو التقسيم الكل إلى جزئياته لا تقسيم الكل إلى أجزائه ودي شرحناه في فرق فخلصنا على أربعة أقسام لو أثقت المصنف لغز على لكان أخسر ولا حاجة لتأويلها بمعنى إلى يعني بيقول لك لكن المصنف اللي هو القادي أبي شجاع في تصنيفه سماه غاية الاختصار غاية الاختصار يعني هو نفس المصنف بتاعه يريد فيه الاختصار والاختصار هو قلة اللفظ مع سعة المعنى يبقى الألفاظ أقل من المعنى ده الاختصار اللي هو الإيجاز وعندنا غير الاختصار عندنا يقول لك شيء مختصر وشيء موجز فالإيجاز نوع من الاختصار يقول لك موجز الأنباء وبين يقول لك والآن الأنباء بالتفصيل كده برضو فالإيجاز كالاختصار هي قلة اللفظ مع كسرة المعنى وبعدين في حاجة اسمها الإطناب الإطناب اللي هي الأخبار بالتفصيل اللي هو إيه الألفاظ تطابق المعنى معنى كبير تبقى ألفاظ كتيرة على قد المعنى فالإيجاز الشروح معظم الشروح لقاء فيها إطناب إطناب يعني يمسك لك اللفظ الواحد يشحولك في سطرين ثلاثة لما كان المصنف غايته أنه يبقى يصنف مختصر يقول لك كان الأولى ما يقولش على أو ثم المياه على أربعة أقصر كان حقه يقول ثم المياه أربعة أقصر يبقى يقل اللفظ يبقى يوفي بكلامه هو عايز يختصر مش كده مش كده وبيعلق على هذا لو أتقى المصنف لفظ على لكان أقصر ولا حاجة لتأويلها بمعنى إلى وسيأتي في كلام الشارح قسم خامس وهو الطاهر المطهر الحرام هو أصل أستملك المياه لأربعة أقصر طاهر مطهر غير مكروه استعمال وطاهر مطهر مكروه استعمال وطاهر غير مطهر وبعدين متنجد كويس أربعة فبيقول لا ده حق وكان يقول خمسة كمان طاهر مطهر حرام استعمال يبقى فيه مكروه استعماله طاهر مطهر غير مكروه استعماله لقى الماء المطلق تفتح نحن فيها تاخد منها اللي انت عايز ده ماء مطلق مطلق عن أي قيد لازم يبقى ده طاهر مطهر غير مكروه استعماله مباح استعماله فيه طاهر مطهر مكروه استعماله اللي هو الماء المشمس فيه ناء منطبع بقطر حار واخد باك لها شرول حيقول هالك بعد كده وفيه ماء بقى طاهر مطهر حرام استعماله مجابش سفر فكان حق ويقوله بقى بالمرة هدي كلام الشارح بيقول طيب الماء الطاهر المطهر اللي حرام استعماله قال لك سرق مية تبقى المية دي حرام بس هي المية ما زالت طاهرة مطهرة صح ولا لا طاهرة مطهرة متغير لكنك منه حصل عليها بالغصب والسرقة فصر حرام استعماله اذا تودق وضوءه صحيح وصلاته صحيح لكنه حرام يأس ووضوء باطل عند الحنابل ووضوء بالماء الحرام باطل عند الحنابل وصلاته بهذا الوضوء تبقى باطل عند الحنابل الشفعية يقول له لا وضوءه صحيح ويأسم ولكن لا ثواب له في وضوءه ولا ثواب له في صلاةه لكن تسقط عنه الفرض قال أنا أمره بالإعادة ده رأي الشفعية ومن حيث النظر في الأدلة تجد رأي الشفعية أقوى من حيث الأصول المعتبر وبرضو في ماء طاهر مطهر حرام استعماله زي المياه الموجودة في الأبار البلاد اللي ربنا غضب عليهم ولعنهم أنت فتحت مغارة فرعونية قديمة بقالها 4000 سنة مطرباء مقفوز لقيت فيها زلعة ماء فده ماء حرام استعمال لإن ربنا يقوله أتبعناهم في هذه الدنيا لعنة فصار الماء ده ملعون فهذه يستعمله ممكن يجرى لك حاجة تعية ولا يجرى لك حاجة وشكده حتى هم شافوا لعنة الفرعنة الناس اللي يتعامل مع مثل هذه الأشياء أصيبوا بأمراض غريبة ولدرجة من الأجانب نصوم أدو عليها لعنة الفرعنة الفرعنة وهي صحيحة لعنة ولكن مش من الفرعنة لعنة لحقت بالفرعنة وبما حول أموالهم فاللعنة ملحوقة به أتبعناهم في وسببها هي من الله لعنهم وأشكد نبي صلى الله عن استعمال آبار آبار ثمود لأن ربنا برضو لعنهم لما قوم صادح ولما كانوا يمشوا في ودي محسر في سكتهم لعرفات ودي محسر ده كان هلكت فيه عدن الأولى فالرسول فقال يقول لهم أسرعوا بسرعة لحسن يجرلكم حاجة فكأن لعنة الله بالأقوام الذين غضب عليهم قد تترك أثرا حتى في البيئة اللي هي مازالت فيها فالنبي صلى الله رحمة بأمته قال لهم ما تتعملوا مياه الناس اللي ربنا لعنهم حرام استعمال حرام استعمال والماء المغصوب ده خد بالك أنت تقول وانا معقول حسرق مية انا معقول انا حدي لك مثال فيه ناس بتسرق المية دي وضقهم لا يسابوا عليه وصلافهم لا تساب عليه زي عندنا مثلا في الريس الرجل يموت وصيب خمس فددين وصيب عيس يقوم أخوهم الكبير علشان مزارع واعد معبو في الغيط وبقية إخوات تعلموا في مصر ومالهمش في الزراعة يكوش على الأرض اليوم لازم انتم مهندسين وانتم ده كثرة وانتم محاسبين لكن انا غالبان طول عمر يقعد مع ابويا هنا في الحق ما تعلم الأرض يتعلي ياخدها كده منهم بالعقل وهم يمكن أغلب منهم الموظفين أغلب منهم الموظف في الوقت في شغل ابنه فالمهم ياخدها بساية الحياء ولا بالقوة ولا بوضع اليد أي حاجة بقى اللي بتاعته ويدق في وسط الأرض بتاعته اللي هي مش بتاعته بقى بتاعت إخوات ترنبا ويتوضى بالترنبا يبقى ماء مغصوب ويدميله بيت يبقى أرض مغصوب يبقى بيتوضى بماء مغصوب وبيصلي على شفت إزاي بتاعته كتير ياخد لقرة أرض مش ملكه ده ملك الورثة بس هو في ساية الحياء أخوه الكبير بقى هم هي يعني هيقولوله حاجة فصار هذا هذه الأرض مغصوبة الصلاة عليها يأسم بالصلاة عليها ولكنها تجزئ عن الفريضة يسقط عنه التكليف ولكن لا يسب عليها عند الشفعية وباطلة عند الحنابل صلاته باطلة عند الحنابل سنة كان زي ما يعيش بقى كل وضوء توضام الترومبا دي باطل على المذهب الحنابلة صحيح بلا ثواب على مذهب الشفعية صلاته صحيحة بلا ثواب على مذهب الشفعية شفت المسألة الخطورة بقى في ناس كتير مسؤولين برضو بيغصبوا قطع أراضي بوضع اليد بكده واخد بلا عشان رجل مسؤول كبير ولا عضو مجل الشعب ولا شغلان فيروخ واخدها وبني عليها عمار ويسكن في الدور الأولاني وولاده في الدور الثاني وولاد ولاده في اللفوق وولاد عم في الشقة اللي قدامه وشغلان أرض مغصوبة كلها كل دول فلاتهم لا ثواب عليها وبطلة عند الحنابل شفت المسألة مش سهلة المسألة مستهلة وبعدين مش كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول توضيحا لقول الله عز وجل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة مش ربنا بيقول كده في قلع عمراء فبيقول إن الإنسان لما يأخذ أرض لا تحل له يطوقها بسبع أراضيين يوم القيامة مش هيأخذها كده بالإشرة الأرضية الصغيرة دي بس لا ده حيتطوقها بسبع أراضيين يوم القيامة هيجي متطوقها عملية قسية تتصور كمان بني عليها عمارة سئيلة برضو عمارة سئيلة بقى بحديد مسلح هيجي شايلها يوم القيامة تعملية مستهلة يا جماعة والله الناس لو تفهم يخاف كان لو لابد بقى يأخذ حاجة خفيفة كده عشان يعني يبقى يتحرج براحته إنما لا ده بيأخذ حاجات سئيلة من درجة إن اللي يأخذ يعني يقول لك شاه فتيجت مأمأ عشان تفضح حرامي الحل ده حرامي الحل تيجت مأمأ يوم القيامة في الموصف العظيم ورقب عليها أكبر ما تكون وأثمن ما تكون ربنا يبعثها له كديرا مش هزيلة هو أخذ هزيلة غالبا لكن ربنا ما يبعثها له يبعثها أثمن ما تكون ولو كانت من غير قرن يبعثها بأرض تنطع كمان شوف هزيلة عشان يبقى يصديحة كبيرة أمام خلق الله أزوجل يوم صديحة من أسماء يوم اليوم يوم صديحة فالنفس لو عرفت الحكاية دي عشان كده اصطحبها لما تولوا أمر المسلمين في عصر الخلافة الأولى وكل حاكم عادل كان يخاف من مال الناس يخاف شوف لو يجوع مرش يقض يعني خالف حاجة تخوف أصلاح لكن الناس ما شاء الله يعني ما شاء الله لا أقوة إلا بالله أحلى حاجة عندهم مال الحكوم صعمه زي العسل ما أنه هو أشد من مال اليتيم أشد من مال اليتيم لأن مال اليتيم لو كالتو هو اليتيم قدامك عارف عنوانه في يوم ما لقى ممكن تروح تقول له والله وانت صغير أنا أخذت منك عشرين ثلاثين ألف بني فسمحني وأنا الوقت مزنوق معلش سمحني بيقول لك سمحتك خلاص براء ما مسمح لكن أنت بقى لما خدت مال الحكومة الحكومة بتاعتنا فيها كم يتيم كلهم أيسا ستين مليون يتيم هتستمح مين ولا مين وبعدين كل يوم بيموت ناس ماتوا قبل ما تستسمحهم في كل لحظة يموت ناس ماتوا قبل ما تستسمحهم قبل ما تتوب فما تعرفش تبرق زمتك بعد ما تاخد مال الحكوم لكن تعرف تبرق زمتك لما تأخذ مالي اليتم. تصور لي. ممكن حتى تلحق وراثه. او كان ياتم من خمسين سنة وبعدين بجل تجوز ومات. تروح تشوف ولاده فين واخده. مئة الف جنيه كنت تخذتها لنا ابوك. سامحوني. يقول لك سامحناك على برأة اليتم. تيجي يوم الامة. انما انت متعرفش بكده من مالي الحكومة. كان ليه جد رحمه الله. كان بيشتغل مستشار في القضاء. وكان عنده عربية توصله شغله وتجيبه من شغله لبيته. عربية طبع الوزارة العدل. وكان ابنه في مدرسة كده على بعد حوالي اثنين كيلو من بيته. بس لازم العربية تمشي في سكة تانية. فكان لما ييجي كل يوم وهو راجع يوصل استواء يقول له مزلني هنا. ما يوصلوش لبيته. فيقول له استناك. يقول له لا روحي. ففي مرة سواء فدل مستنيه. فلا راح ماشي الاخر الشارع ورجع جاب ابنه في ايده وروح الديد. فبيقول له يا حسن دي يعني احنا ممكن نروح كده لحكاية بسيطة. قال له يا ابني مالي الحكومة اخطر من مالي اليسين. انا الحكومة بدياني العربية دي عشان من بيتي لشغري. مش مسئوليتها ان انا اجي بابني ووالدي. كيف من البنزين. شوف قد ايه كانت حساسية الجيل بتاع زمان. ده ده جيل بتاع زمان انقارد خلاص. حطوه في المتاحة. انما الوقتي يا سلام. لو في مكان التصوير في الشغل. كله يصور كتب مذكرات ولاده اللي بيذكره. الوقت العالي يجيبه ملاحن. وبعدين يتكلم في تليفون الشغل. ويقفل المحمول بتاعه. وبعدين يولع النور في شغله في عز النهار. في حين ان في بيته اول ما النهاري يطلع يطلع النور. لان هو اللي بيتفع الفاتورة الكهرباء. لكن في الشغل هو مش هو اللي بيتفع فاتورة الكهرباء. الحساسية دي اختفت. وعلشان كده البركة تنزع. ما والمال الحرام ده بينزع البركة. فالواحد ياخد بالي. الماء المثبل برضو للشرب حرام استعماله. الماء المثبل للشرب حرام استعماله في الاماكن قليلة الماء. يعني واحد حط تزير كده في حتة صحرة عشان الناس تشرب. وانت بقى معك بطاقة بعربيةك تاخد انت زير ده تتوضى من الله. ده الناس هتشرب. وده مكان الماء في قليلة. تستهلكوا انت في الوضوء. اتيمن. تتيمن في وجود الماء. لان الماء ده مش للوضوء. ده ماء ده مسبل للشرب. تبقى لك. ومش ملك حد. طالما بقى مسبل بقى ملك الناس كلها. سبيل يعني. تبقى لك الناس كلها هتستسمح مين ولا مين. عشان تتوضى منه. فما تستسمحش حد. اتيمن. واشرب من الماء. وتيمل. شوف قد ايه. لانه مسبل للشرب في مكان الماء في قليل. لكن لو مسبل للشرب في مكان الماء كثير. اتوضى منه. وروح مثل الحتة القريبة. كمله مياه. بعد كده. هتحط الصفيحة وملاها. وكمل املا تاني. ميدورش. لانه مياه كثير. تمشي بمياه. كذلك ايه الكلديرات. اللي بتبقى محطوطة كده. عشان تبقى مياه ساقعة. لان الناس تشرب في الصيف. ما تتوضش منه. عشان اولا. حتستهلك المياه الساقعة. يجي بعدك. عايز يشرب. تجيله مياه سخط. وبتستهلك الكهرباء على الفضل. الكهرباء دي استهلكها الجهاز علشان يسقع المياه للشرب. تروح انت ساحبها في الوضوء. ما ينفعش. ما يلقش بالمسلم المحترم انه يعمل حاجة زيادة. كل ده الحساسية البسيطة دي بتجي لك. بتجي لك من دراس السفر. لكن الاجيال اللي ما دراسدش السفر متربطش فيه مزيد حساسية. ساعد ماشي. خلاصة. ربنا اعلمنا. فبيقول لك هنا على اربعة اقسام. قوله احدها. اشار بتقديره الى ان قول المصنف طاهر. اللي احدها طاهر في نفسه مطاهر لغير يعني. ان قول المصنف طاهر خبر مبتدأ محزوف. احدها طاهر في نفسه. طاهر بتضمك. تضمها ليه? لا يجوز لابتداء بالنكر. تقول لي مبتدأ. اقول لك لا يجوز لابتداء بالنكر. ما ينفعش. تقيمت ازاي? لا يجوز لابتداء بالنكر. ما ما ينفعش للنكر. اتقول لي مبتدأ. لان لا يجوز عند العرب لابتداء بالنكر. يبقى طالما طاهر جاي يا كده في الاول الكلام يبقى دي سمع خبر طب وممتدأ فين يقول لك محذوف يبقى دي خبر لمبتدأ محذوف تقديره أحدها هو طاهر أو هي إذا كان ماء نقول هي أو ماء وخبالك هو بتقديره فهي خبر مبتدأ محذوف علشان ما تقولش طب ليه الشيخ قال خبر ما كان يقول لنا مبتدأ وخلاص ولا يجب يغلبنا لأن لا يجب الاستداء بالناكرة فما ينفعش يتعير بها مبتدأ وهكذا يقال فيما يأتي وهذا غير متعين إذ يجوز فيه أيضا الجرع البدلي يابقى جوز في وجه على أربعة أقسام طاهر يبقى بدل من أربعة يبقى على أربعة وعلى خرف جر أربعة مجرورة يبقى طاهر يبقى طاهر بدل من الأربعة بدل بعض من كل يسموه بدل بعض من كل عشان سيجيب لك بعد كده أربعة أقسام يبقى كل واحد من الأقسام مجرور يبقى بدل من أربعة وكل واحد بدل بعض من كل فتبقى لك الزريب يبقى يبقى فيها الجرع البدلية ويبقى فيها أيضا التقدير بالنص تقول إيه أحد على أربعة أقسام طاهرا في نفسه ينصبه بس ما الرسم ما ما يتفقش إنه مش حطت لك الألف بتاعت النص الشيخ لما خنف ما حطت لكش الألف معشان كده ما ينفعش تقول إيه يا جوز فيها النص إلا لو حطت لك الألف إلا على قول أن في بعض الناس في اللغة يكتب لك المنصوب بغير ألف ويسيبها لك فيه في الإملاء في بعض اللغات في الكتب والنص بتقدير فعش كأنه بيقدر لك فعش يعني على أربعة أقسام أذكر طاهرا مطاهرا مثلا يبقى إيه كأنه مفعول دي يعني يبقى يجوز فيها إيه والنص بتقدير فعل وإن لم يساعده الرسم ما يساعدوش الرسم عشان ما فيش الألف بساعد طاهرا لجواز جريه على طريقة من يرسم المنصوب بصورة المرفوع والمجرور فيه برضو طريقة رسم القرآن للغة إن يكتب المنصوب والمجرور والمرفوع برسم واحد ما يحط لكش إيه ألف مع المرفوع مع المنصوب يعني طاهر في نفسه أي في ذاته أي بقطع النظر عن غيره كما تقول هذا العبد في نفسه قيمته كذا أي في ذاته بقطع النظر عن غيره يبقى طاهر في نفسه يعني بذاته مطهر لغيره أي محصل الطهارة لغيره من رفع حدث أو إزالة خبث أو نحوهما كالطهارة المندوبة يبقى مطاهر يعني يقدر يرفع الحدث سواء حدث أصغر أو أكبر ويقدر يزيل النجاسة يبقى ده معناه مطاهر إنما مثلا المية لنا استعملتها في الوضوء دي طاهرة برد مش كده برد نزلة من أعضائي كده رح تلمينها ورح تتها في إينا هذا الماء طاهر لكن غير مطاهر لأنه مستعمل لأنه اختلط بالحدث فصار مستعملا ده عنده الشفعية إن كانت في فرد الوضوء وإن كان عند الملكية يجوز استعمال الماء المستعمل في الطهارة ما لم يتغير صفة من صفاته ده الملكية ووجهه عند الشفعية رجحه الإمام الغزالي وهو من أصحاب الوجوه عند الشفعية في كتاب الإحياء فالشفعية عندهم قول في الماء المستعمل في الطهارة أنه صاهر مطهر أيضا ولو مستعمل في فرد الطهارة ما لم يتغير صفة من صفاته كالمالكية ولكنه مرجوح عند المذهب بتعمل الفتوى على خلافه وإن كان الإمام الغزالي في الإحياء وهو من أصحاب الوجوه من الشفعية رجح القول في المذهب الذي يوافق قول المالكي يعني الثلاثة أنا لو في حتة ما فيش فيها مية إلا المية لما استعملتها في الوضوء أتوضى بيها أتوضى بيها ما أعتبرش أن أنا لأن في مذهب تغير يجيز وأنا رجل شفعي في وجه عندنا يجيز أيضا يبقى ما تيممش خطبالك ولكن يستحب الوضوء يجب الوضوء بها ويستحب التيمم خروجا من خلافه تعلمت إزاي حتتيمم تتوضى وتتيمم لأن التيمم قصت مخوص كلف التيمم للأرض كتير سراب كتير مش هفيهاش كلف فتروح متوضي بالمية المستعملة دي يبقى وضوء أكسحيش مية لمية لكنه باطل على إيه على قول راجح في مذهب الشفعية فتروح متيمم على شان تتوضى وضوء بقى ما يخرش تصل لصلة بطهارة ما تخرش الماء يستحب يجمع للاتنين التيمم على سبيل الاستحباب للخروج من الخلاف والوضوء على سبيل الوجوب لعدم جواز التيمم في وجود الماء الذي يصح استعمال ستبالات ما هو هذه بقى في وضوء الفرد ما احنا وانا في الفرد مطهر لغير أي محصل التهارة لغيره من رفع حدث أو إزالة خبث أو نحوهما كالطهارة المندوبة لأن الطهارة المندوبة دي ما ترفعش حدث ولا تزيل خبث يعني أنا بجدد الوضوء أنا ما عنديش أحداث أهو تهمت إزاي بغتصل للجمعة أنا مش جنب ما عنديش جنابة بغتصل للعيد يبقى ما رفعتش لكن برضو أنا محتاج فيها مية طهيرة مطهرة تهمت إزاي برضو محتاج فيها مية طهيرة مطهرة ما ينفعش أتوضى تجديد وضوء بمرأة لحم ما هي مية برضو بس تختلطت باللحم تهمت إزاي ما ينفعش أتوضى بشوية ينسون لأني المية برضو لأنت حطيت عليه شوية ينسون يقول لك ما ينسون مزروعي يا أسل وإحنا يعني جبنا حاجة من برضو وحطين سكر يقول لك ما السكر يعطي من أصل السكر وربنا برضو زرمة وإحنا يعني جابين من برضو ما أيوة صاهرة بس ده يجوز يستعمل إنه مش ماء مطلق مش ماء مطلق متغير مطهر لغيره غير مكروه الكراها ثبوتا أو عدما إنما تنسب للأفعال أما يقول لك غير مكروه هي المية بتبقى نقول عليها مكروه ومستحب هي المية أصلا مكلفة ده كلمة مكروه ده ده على الوقف لفعل المكلف والماء مش مكلف للمكلف انت فبيقول لك مكروه ماء مكروه يقول لك هو المية مكروه هي المية سكره ده اللي مكروه هو الاستعمال لأن الاستعمال ده فعل المكلف سهمت إزاي وعشان كده الشارح لما بيقول هنا طاهر مطهر غير مكروه كتب الشارح إيه بعد خارج الكوس قال لك استعماله علشان يبين لك اللي مكروه هو الاستعمال ومش المية لا تفتكر ان الكراه هنا تنطبط على الماء لأن الماء مش مكلف للمكلف انت سبت بالك علشان كده بيقول ايه غير مكروه الكراه ثبوتا او عدما انما تنسب للأفعال لو فعل المكلف يعني كباقي الأحكام لأنه لا تكلفة إلا بفعل فلذلك احتاج الشارح إلى تقدير استعماله فقول استعماله أي لذاته وهو ايه هو تعريف بقى الماء الطاهر المطاهر غير مكروه استعماله ده قال لك هو غير اي الطاهر المطاهر غير المكروه استعماله ثلاث قيود طاهر مطاهر غير مكروه استعماله ثلاث قيود اه فالقيود ثلاثة فالقيود ايه ثلاثة الماء المطلق. ايه هو الماء المطلق? هو المية اللي كل الناس عارفة انها مية. يعني مطلقة عن كل قائد. يعني ما اقول لك انا عطشان عايز مية تجيب لي مية ورد. هقول لك انت مش فاهم بقى لغة العرب. يا ابني انا عطشان هات لي مية. تجيب لي مرأة. تقول لي ما هي مية يا بيبة ما يجريش حاجة انت اني حدق. يا ابني انا عطشان هات مية. يبقى هيجيب لك مية مية. ما يجيب لكش كوكاكولا ما ويقولوا عليها مية غزية. انا عطشان ما يجيب لكش سيبن اف. تقول لي مية برد. الخامورجي يقولوا على الخامرة مية. صح? ايه الاطباء يقولوا عليك بلوكوز الخمسة في المية مية. يعني ما احنا بنشتغل العملية ما اقول لدكتور التخدير العيان ناقص مية ديله مية. يروح معلق له بلوكوز خمسة في المية. بلوكوز مية برد. لكن ما ينفعش اطوضة بيها. يبقى الماء المطلق هو المطلق عن كل قيد اللازم. يعني يعني مية. اللي كل الناس عارفها ما ايه. ادي معنى ماء مطلق. مطلق عن كل اي قيد لازم. انما القيد اللازم اللي يخرجه عن ايه? عن طبيعته. اقول لك ماء ورد. او اخذ بالك ازاي. او اقول لك مثلا ماء غازي. تبقى كوكاكولا. وسبورت كولا وسيبن ارض. والشولانات دي كل ايه بخركتها. عن كونها. او ماء التمري اللي هو النبي. اللي منوع التمري. كل ده قيد لازم لانه يخرجه. انما ما اقول ماء البحري مش قيد لازم. لانه لا يخرجه عن اطلاقي. اما ما اقول ماء النهري مش قيد لازم. لا يخرجه عن اطلاقي لانه برضو مية. تهمت ازاي? ماء البحري. ماء البئري. ماء النهري. ماء السمائي. كل دي قيود لكنها غير لازمة. لا تخرجه عن اطلاق. لكن اللي يخرجه عن اطلاقي اللي هو القيد اللازم. اللي هو يغيره عن معناه. تهمت ازاي? هذه معنى كلمة. الماء المطلق هو ما يسمى ماء بلا قيد لازم. يبقى قالك القيد قد يكونوا لازما وقد يكونوا غير لازم. القيد اللازم اللي هو يخرجه عن اطلاقه. زي ماء الورد. ده قيد لازم. انما القيد غير اللازم لا يخرجه عن اطلاقه. زي يقول ماء البحر. ماء النهري. تهمت ازاي? ماء الترنبة. ماء الحنفية. كل ده قيد غير لازم. تهمت ازاي? ان لا يخرجه عن اطلاقه. هو ما يسمى ماء بلا قيد لازم عند العالم بحاله. من اهل العرف واللسان. اللي هم من اهل العرف. اللي هم متعارفين عليه. واللسان اللي هم العرب. فالعرف خرج. ايه زي ما بقول لك احنا الاطباء ما يقولوا ماء يقصد جليكوز خمسة في مية للأهل العرف. لكن لما اقول لنا انا الدكتور زميلي انا عايز مية. مش هيجب لي. ازايزة الجليكوز خمسة في مية. هيجب لي كوبية مية كده اشرف? صح ولا لأ? لكن نما يكون العيان متبنج موما بيشرفش. اقول له اديله مية هيجب له كوبية. هيجب له جليكوز خمسة في مية اللقه في الوريد. وهكذا. العرف ساعتي غير. الماء. فلازم ما نقول الماء لازم يبقى ماء خالي عن أي قيد يعني هو الماء المعروف بأهل العرف واللسان اللهم ما عارفينه اللسان يعني العربي ليخرج المستعمل لأن الماء المستعمل ما اسموه ماء مطلق اسمه ماء مستعمل يعني أنا ما أقول لك هفلي مية توضف تروح تجيب لي الأروانة اللي كنت واقف فيها وانت بتستحمل ينفع الكلام دي هتخانق معك صحن ولا لأ لأنك مش فاهد فدليل أن أهل العرف واللسان ما يقولوش على الماء المستعملة دي ماء مطلق تهمت ازاي ما يقولوش عليها ماء مطلق بل عبرة بأهل العرف واللسان ليخرج المستعمل والمتنجس لأنه ده ماء مقيد بقيد لازم أولاك ده ماء مستعمل ده ماء متنجس اختلط ببولن أو وقعت فيه فقرة فماتت فغيرت ريحه فبتبالة يبقى ده ماء متنجس يبقى ده قيد لازم يخرجه عن إطلاق يومي خليني لا ما 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 دهولكش تتوضب تهمت ازاي والمتنجس بمجرد الملاقاة لأن من علم بحالهما ممن ذكر ممن ذكر يعني من أهل العرف واللسان لا يسميهما ماء بلا قيد وليدخل لما دهول بغير قيد لازم ليدخل ايه المتغير كثيرا بما في المقر المتغير كثيرا بما في المقر اللي يسمون ماء الراكد أو الآثم ماء راكد أوقات تغيرة بالركود بالمقر بتاعت أنا حطت مية عندي في حلة ومغطيها عشان لما المية تتقطع ألاقي مية في البيت أتود لكن الحمد لله الحكومة عندنا مدفق المياه ما بيقطعش المية خاصة فالحلة دي فضلت محصوطة عندي متغطية شهر جاف يوم المية تقطعت بشيل غطها الحلة لقيت المية تغيرت بحط من الركود وبقت آثنة تهمت إزاي؟ قيت مدة طويلة يجوزة طويلة لأنها تغيرت بطول المكس لا باختلاطها بشيء تغيرت بطول المكس لا باختلاطها بشيء فيجوز الولوء بحط تهمت إزاي؟ لأنه بقى ماء راكد يعني آثم تغير بما في مقره واضح؟ بما في المقر والممري مثلا والممر زي ما قلنا بيتغير في ممر المية وهي مشي في النيل كده بتختلط بالطربة والسراب اللي سمه طامي تجدت لها تبسيلي ترفحها كده تجدت لغونها بني تجدت لغونها متويد تجدت لغونها مخزر عشان الصحالب ما يدورش تستعملها ببطا لأنها دي تغيرت بما في مقرها ومستقر لا يخرجها عن قونها ماء مطلق فإن أهل العرف واللسان يطلقون عليه اسم ماء بلا قيد ما علمهم بحاله فهو مطلق خلافا لمن جعله غير مطلق وإنما أعطي حكمه تسهيلاً على العباد ربنا تسهيلاً على العباد بالرغم أن مية البحر ملحة متغير طعمه ولونها أزرق ولا أخضر متغير لونهه إلا أنه أجاز الوضوء بي تيثيراً على العباد يجوز استعمالها لا يجوز استعمالها لأنك أنت بتزيل تغيرها بما في مقرها ومستقرها بتزيل التغير الطارئ عليها فإذا كان استعمالها بالتغير الذي فيها بما في مقرها يجوز استعمالها بلا تدخل فإذا تدخلت أنت بتصهيرها من التغير يبقى جعلتها من بابي أو لا يجوز استعمال لأن رجعتها الأصلها فأصل الماء غير متغير لا لون ولا الطعم ولا رائح أصل الماء كده لكن الذي له لونة أو طعمة أو رائحة الشارع رحمة بالعباد قال يجوز استعماله إذا تغير بما في مقره ومستقره تيثيراً على الناس بس في العبادة فإذا قد كنت المتغير به وتحيلت عليه فرجعت الأصله كيف أستعملوا من باب أولى بس فإن تزاي باب فظهر من هذا الفرق بين قولهم الماء المطلق وقولهم مطلق الماء الماء المطلق غير مطلق الماء الماء المطلق عند الفقهاء غير مطلق الماء أما أقول الماء المطلق أي المطلق عن أي قيد هو الذي يجوز استعماله في الطهارة يبقى ما نفعش تجيب لي أي حاجة تانية غير مية 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 تبتبالك إزاي؟ ما نفعش تجيب لي أي حاجة سائلة مائعة تانية لكن أما أقول مطلق الماء يبقى ممكن تجيب لي أنسوه ما هو مية مطلق الماء يعني ما يطلق عليه كلمة ماء يعني لب تبتبالك إزاي؟ إن شاء الله مرأة إن شاء الله منقوع التمر كوكاكولا سيفن أب كل دي مية ماذا كده برضو؟ يعني اللي نسميها سوائل تديله سوائل يقولك الولد ده عنده إسهال تديله سوائل كتير تديله مية وتديله لاموناتة وتديله لبن تديله كل الحاجة تمشي ففي فرق بين الماء المطلق ومطلق الماء خلافا للنحويين النحويين ما يميزوش في النحو بين الحتة مش في الحتة دي في قولهم حيقولها لك هنا بين قولهم الماء المطلق وقولهم مطلق الماء الماء المطلق الأول هو ما جمع الأوصاف الثلاثة الأوصاف الثلاثة الماء المطلق اللي يجمع الأوصاف الثلاثة اللي هو طاهر مطاهر غير مكروس سمات سينت إزاي؟ التي ذكرها المصند ولا يصدق بباقي الاقسام والثاني اللي هو مطلق الماء يشمل الطاهر والنجس والمستعمى والمطاهر وكل يشمل كل هي المية المتنجسة مش مية برضو مطلق ماء البول يقول لك انا هعمل مية يعني يدخل يباو نسميها مية برضو فرتبالك ازاي لكن ينفع ما تقول له هتوضع يخش يعمل مية وديك الكوبة تقول له احنا هنا ما عمل تحليل غدا ما ينفع ما يدي مية برضو يقول لك ما يمية مية يا عم الشيخ الله وانتاني حتى احقاد هريك يبا مش فاهم لقصها من اهل العرف ولا من اهل اللسان سيدنا اهل العرف واللسان ما يقولوش عليها هي دي المية المطلقة وهذا انما هو اصطلاح الفقهاء فلا ينافي ان قولهم الوو لمطلق الجمع مساوين لقولهم الوو للجمع المطلق يعني ارادهم في باب في باب العطس في لحن يقولك الوو حرف الواو لمطلق الجمع وساعات يقول لك للجمع المطلق فادي نفس المعنى مطلق الجمع هو الجمع المطلق لكن مطلق الماء ليس هو الماء المطلق سهمت الكلام؟ مطلق الماء ليس الماء المطلق لكن المطلق الجامع هو الجامعة المطلق. خبت الكلام حتى لاحظور تيجي بعد كده تروح Compile الباب ده وتروح جايب كتاب النحو teas. بعد ما يقولك ان مطلق الماء غير الماء المطلق. تروح انت جاتب كتاب النحو. يقولك الواو لمطلق الجامع. أو للجامع المطلق. تقول الله ان studies. لأن المطلق الجامع المطلق هو مطلق الجامع. ما هو معنى الفقهاء يقوله ان يقول فقط فقط. الفقهاء ماخاي وان النحويين احدar اشاجة تنيه. لكせ. فلا ينافي أن قولهم الواو لمطلق الجمع مساوي لقولهم الواو للجمع المطلق غاية الأمر أن العبارة الأولى فيها تقديم الصفة على الموصوف والثانية بالعكس تقديم الموصوف على الصفة مطلق الجمع مطلق الجمع والجمع المطلق الجمع المطلق هنا الجمع والمطلق تبقى صفة ومطلق الجمع تبقى مضافئ لي إذا بدلت حتبقى مضافئ لي الجمع حتبقى مضافئ لي عن قيد لازم وهو الماء المطلق عن قيد لازم القيد اللازم هو الذي لا ينفك اكتب دي في الهامش زي ما سمعناه من ما شايف القيد اللازم هو الذي لا ينفك كقولك المستعمل والمتنجف ده لا ينفك خبت بالك والقيد الغير لازم هو الذي ينفك كقولك ماء آث ده ينفك ازاي او ماء البحر او ماء البئر ده قيد برضو بس ايه ينفك لا يخرجه عن اطلاق يبقى تاخد المثالين دونت وميت تتحلى عندك المشكلة عن قيد لازم بان لم يقيد اصلا او قيد قيدا منفك يبقى القيد الماء الخالي عن قيد لازم بانه بغير قيد اصلا او القيد اللي فيه قيد منفك فهو صادق بصورتين الاولى ما لم يقيد اصلا بان تقول هذا ماء اقول هذا ماء خلاص ما قلت لكش ماء الحنفية يعني ما قلت لكش ايه ماء الزجاجة ما قلت لكش ماء السلاجة كل دي قيود منفك ما تخرجوش عن اطلاق سيهمت ازاي ماء الدورة ماء الزجاجة كل قيود منفك ما يدوردش يقول لك يا ابني هاتلي ايه مية بقى خلينا اتوضف مزدير يا شيخ يا عم هاتلي مية اتوضف لان دي قيود كلها غير منفك قيود قصدي منفك غير لازم لا تخرجوا عن اطلاق والثانية ما قيد قيدا منفك كأن تقول ماء البحر او ماء البئر وخرج بذلك المقيد بقيد لازم كالاضافة في قولهم ماء البطيخ ماء العنب او في الصفة كقوله ماء دافق يخرجه يبقى الماء الدفق لمعنى ثاني او ال التي للعهد في قوله صلى الله عليه وسلم لما قالت له ام سلمة هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت قال نعم اذا رأت الماء يعني المن لانه دا في قيد قيد ال هنا اذا رأت الماء اي الماء المعهود الماء المعهود اللي هو ايه اللي هو زي المن اللي هو المعروف يعني المن والتقييد باللازم لا حاجة اليه فهو مستدرك لانه منصرس اليه اللفظ عند الاطلاق فذكره للاضاحة كانوا بيقول لك انه مش شرط يقول ماء مطلق ها وقصدي لو قال ماء طاهر مطهط وسيكت خلاص لكن هو الانفقهاء عايزين يفهموه فهو لاتماء مطلق ويجي الشرط يقول لك عن كل قيد لازم يقول لك يعني حتى اللزوم ده قوله قيد لازم كلمة لازم دي حقه كان يقول مطلق عن كل قيد وخلاص لان القيود الغير اللازمة المنفكة دي ليست بقيود فحقه يقول لك عن قيد وخلاص ما يقولوش لا لازم ولا منفك ما أستمش لان القيد المنفك مش قيد أصلا لانت ازاي ده كلام ايه الشيخ يعني لا حاجة اليه في قوله باللازم لانه منصرف اليه اللازم عند الإطلاق فذكره للإضاح بس ده شرح قسم القيود للازمة ومنفكة للإضاح بس عشان يشرح لك ويوضحها ده كان في الحقيقة ان القيد المنفك ده الغير اللازم ده مش قيد أصلا لانت ازاي ده قيد بس في اللازم لكن مش في المعنى فلا يضر فلا يضر القيد المنفك كماء البئر في كونه مطلقا تفريع على قوله عن قيد لازم ولم يفرع الصورة الأولى وهي ما لم يقيد أصلا لظهورها وإنما فرع الصورة الثانية لأنها هي محل التواهم ده ستبتكر ان اي ماء مضفء ليه صفة تخرجه عن ايه قالك لا مش اي صفة تضفل الميا تخرجه عن استعماله في الطهارة الا لو كانت قيد لازم فتبالك بس القيد المنفك اي في بعض الوقات اذ قد يقال عليه ماء بلا قيد ولذلك دخل في الماء المطلق ولو في الجملة اي بالنظر لكونه قد يطلق عليه ماء بلا قيد كماء البئر مثل المقيد بالقيد المنفك ماء البئر ماء البحر ماء النهري ماء الترنبة ماء الحنفية ماء السلاجة ماء الكلير الماء المؤثر زي ما اخونا بيقول كل الحاجات دي تمشي كلها قيود غير منفكة غير مقيدة غير لازمة لا تخرجوا عن إطلاق في كونه مطلقا متعلق بقوله فلا يضر والثاني النوع الثاني فالنوع الثاني بقى فالنصر نحن يقول اسم الايه الاول اللي هو غير مكروه استعمال الثاني اللي هو ماء طاهر مطاهر مكروه استعمال والثاني كان المناسب لقوله هنا والثاني ان يقول فيما تقدم الاول شفت الجمال هو قال لك ارجع لكلام الشيخ يقول احدها شكده في الاول كده الاربعة اخسام احدها فقال طالما قال احدها كان حقه ايه كان يقول ايه ثانيها لان اللي بعد احدها ثانية مش كده برضو شفت العلمة عندهم رواءة زي مش يقول لكله عن العرب بطيخ لا العرب عندهم دق عرب يدون من دول اه ما عندهمش دق ليه لان احنا تعلمنا على طريقة الاجانب اللي ما عندهمش دق فعلمونا لك لك لكن اعرف احنا لو تعلمنا على طريقة العرب في العرب ادق ناس علموا الناس بدقة لو لم يكن عندهم دقة ما وصل الينا الكرآن بطريقة لهجته حتى مش بلغزه ده بطريقة نطف بزمن نطف بزمن النطف نطف بدرجة تيجي تقرأ على الشيخ تقول مثلا ايه ولا بضالين يقول لك يا ابني مد شوية تقول ولا بضالين يقول لك مدته اربع حركات ونصا عايزة ستة تقول ولا بضالين يا ابني خمسة لسه زود شوية الله ده دقة ما فيش بعد كثه يعني ما فيش حد عنده هذه الدقة زي العرب اللي هو حتى زمن النطف مش اللفظ نفسه دراعه حتى زمن النطف بلد زمن النطف دراعه فتحة النطف ازاي والضحاء يقول لك ده كراءة الكوفيين والضحاء وارش عنات بالإيمال الصغر والضحاء كراءة ابو عمر الدوري البطر بالإيمال الكبرى قال له حتى حتى ميل الحرف مش مدة نطقه ده مدة نطقه شغلانة وميل الحرف لللي فوق ولا كده ولا كده شو مقدة ايه دقة العرب اللي قال لك دقة دي كان ضاع للدين ده حددوا لك النغمة بتاع النطف بلاش ميل الحرف نغمة النطف فطلعوا علم اسمه علم العروض عشان نغمة النطق بس يعني مش تنطق بس يعني مدة النطق واخد بالك ازاي وميل الحرف للفتح ولا للضم ولا للإيمالة ولا للكسر شوفها ديه ونغمته يعني نقلولنا اللغة بكل هذي مش مجرد كلامه خلاص يبقى ما تقول لي كله عند العرب طبون ما كانش حاجة ده الكلام ده العرب بتقول لي من دول جس انما عرب بتقول زمان لا ده عندهم دقة متناهية درجة ألفوا العلماء العلماء الكبار اللي كانوا يتهجدوا في الليل والنهار يكتبوا لك كتاب في الأغاني يألفوا كتاب في الأغاني والنغم الله يقول لك اللهم هذو الأهل مجون لا ما كانش أهل مجون ده يؤصل الأغاني والنغم اللي هو الإقاع لأن الإقاع ده هو طريقة النطق ونغمة النطق ومدة النطق والإلقاء يقوم يألف لك في الأغاني والإقاع شغلانة كبيرة ما فيش دقة بعد كده ما فيش أمة عندها زي الدقة زي الأرض خدت بالك عشان كده بيقول لك إن الشيخ قال أحدها وبعدين يقول لك بعد كده ثانيا والثاني بعد بيقول لي أحدها يقول لي والثاني قل لي ثانيها يا عم الشيخة قلت أحدها قل لي ثانيها وبعد كده تقول لي ثالثة وبعد تقول لي رابعها لكن عايز تقول والثاني كنت تقول الأول لو عايز تقول والثاني كنت قلت لي والأول خدت بالك كلامه شفت دقتهم ما تاخدش انت بالك مندي لو قريت لوحدك لأنك انت تربت عليك لك إنما أمة ربه على الدقة نحن عايزين نرجع ثاني نربي نفسنا على الدقة نبطل لك لكذا والثاني كان المناسب لقوله هنا والثاني أن يقول فيما تقدم الأول اللي هي أحدها يعني خدت بالك طاهر مطهر لم يقل طاهر في نفسه مطهر لغيره استكالا على علمه مما سبق وقال بعضهم لم يقل في نفسه لأنه انضم إليه تأثير الشمس فيه ولو قال في نفسه لأقتضى أنه لم ينضم إليه شيء وفيه بعد فيه بعد يعني التعليل ده ولو قال في نفسه لأقتضى أنه لم ينضم إليه شيء هذا التعليل فيه بعد لأن قوله طاهر في نفسه في مقابلة قوله مطهر لغيره كما لا يخصي فلما قال طاهر في نفسه مطهر لغيره في الثاني قال طاهر مطهر فما قال في نفسه فليس محتاجه لك مطهر لغيره عشان كده حذر في نفسه بس ليس مسألة أن الشمس دخل فيه ومدخل فيه قلت بالك إزاي قوله مكروه استعماله قد عرفت نكتة تقديري استعماله نكتة يعني إيه نكتة أنت فاهم النكتة كان فيه واحد صعيدي يقول ها ها هي هذه النكتة انت فاهمك اش كده زي ما لأ النكتة يعني الحكمة قد عرفت نكتة تقديره يعني حكمة تقديره استعماله نكتة تكتفوها حكمة واخد بالك يقول لك الموضوع ده في نكتة عظيمة يعني حكمة عظيمة واخد بالك إزاي قد عرفت نكتة تقديره استعماله ولو ترك تقديره هنا اتكالا على علمه مما تقدم لك أنا أخ يعني كان حقق يقول لك استعماله يعني لأن الماء ما ترطبتش بالكراها ده الاستعمال هو اللي ترطبه بالكراها لأنه ده فعل المكلف إنما الماء غير مكلف فالمكروء الكراها والوجوب والحاجات دي كلها متعلقة بالفعل مش متعلقة بالشئ نكل اي حرام استعمالها يعني إنما الالة في حد ذلك كده إلي حرام هي زمها إيه الآلة يعني تهمت بزاي لك ل أنا ما اقول لك آلات الموسيقى حرام أي حرام استعمال حرام استناء لانني عندنا قعدة ما يحرم استعماله ويحرم استناءه ما يحرم استعماله، ويحرم اقتناء، وعلشان كده اللي عندهم بيانه في البيت يقول لك أصلي كانوا زمان الستاتة ما يتجهزوا ويتجهزوا بالبيانة، أنا جدتي كده كان أيامها كده العصر بتاعها كله كده، أي واحدة تتجاهز من دمن الجهاز يجيبوه لها بيانة يقول مع أنها ما تتضربش لبيانة ولا كده، لكن هو كده يعني الأبهة، من باب الأبهة ما تقول لها البيانة ولا كده يعني ليس عارف إيه، وكلام من ده يعني يجهزوا البنت بقى مفيش أحلى من كده لكن عند الشفقية يحرم اقتناءه لأنه يحرم استعماله، ولو لم يستعمل لكن في مذاهب توجيز اقتناء ما يحرم استعماله، لأنه قال لك الحرمة متعلقة بالاستعمال لها بالاقتناء، فانفكر فاللي عنده بيانه ما يروحش يكسر، ويعمل لين اخناقه مع والده، ويعمل لين اخناقه معاه، واخد بالك إزاي؟ لأنه في مذاهب توجيز، اقتناءه دون استعمال، لكن الشفقية قاعدتهم كده، ما يحرم استناءه يحرم استعماله، ليه مذهب الشفقية وانا مين لمذهب الشفقية بس من غير نكد، من غير ما تعمل نكد يعني، ما تشتروش لولادك يعني ولو ترك تقديره هنا استكالا على علمه مما تقدم لكان أخصى، وشمل إطلاقه استعماله في الطهارة وغيرها، وهو الرابح، وأفاد كلامه كراهته، يعني ما بيقول لك مكروه استعماله، الماء المشمس مكروه استعماله ده، يعني استعماله يا عم الشيخ في الطهارة بس، لكن ممكن أعمل به شيء؟ ممكن يعني أضلخ به، ولا مكروه مطلقا حتى في مطلق الاستعمال، هذه معنى كلام الشيخ، فبيقول وقد شمل إطلاقه استعماله مكروه استعماله مطلق كده بلاقين، يعني مطلق استعماله في الطهارة وفي غيرها، يعني في سائر الاستعمالات، إزا هي figure؟ هذا معنى كلام الشيخ، وشمل إطلاقه استعماله في الطهارة وغيرها، وهو الراجح عندنا، لأن هناك وجهين عند الشفائي، أنه مكروه استعماله في الطهارة وغيره مكروه استعماله في العادات، في الأمور المعتادة، تعمل به شيء، تعمل بأي حاجة، مش مشكلة، لكن فيوجه الثاني عندنا وراجح، أنه مكروه استعماله مطلقا في الطهارة وفي غيره، إذا في الوجهين، فاتست تبع لك، وهو الراجح وأفاد كلام كراهته وإن لم يداوم على استعماله وهو المعتمد خلافا لابن سراقة في تلقينه ابن سراقة في كتابه التلقين قال وإذا برضو من الشفعية لكنه مش من مشاهير مش من مشاهير الشفعية ليكتاب اسمه التلقين آيل أن الكراهة الاستعمال الماء المشمس تتعلق باستعماله باستمرار إنما لو استعملته مرة ولا اثنين كده على سبيل النادر فالنادر لا حكم له ده كلامه في التلقين يبقى خل الكراهة متعلقة باستمرار استعماله لا بمطلق الاستعماله ولو ابن مرة ده كلام ابن سراقة في التلقين لكن ما وفقهش عليه الشيخ البيب بيقول إيه وأفاد كلامه كراهته وإن لم يداوم استعماله وهو المعتمد يعني ولو استعمله مرة برضو مكروه خلافا لابن سراقة في تلقينه لأن ابن سراقة في تلقينه قال إيه أن لو لم يداوم استعماله لا كراهة قال له لا ده الشيخ نقوي مكروه استعماله مطلقا كده ما قالش مكروه مداومة التعمال المكروه استعمال يبع الشيخ بيرقح الكراهة مطلقا سواء داوم أو لم يداوم جبتها منين يا شيخ ابن سوراك ادي يعني كلام الشيخ بيعمل اي طب لا بشروط سبعة حتجيلك بشروط سبعة ما قالك مطلقا بقى احنا عندنا مطلقا ولو لم يداون ما احنا عندنا هل استعماله يعني في الطهارة وغيرها ولا في الطهارة بس انما غيرها يمشي قالك ان اطلاقه استعماله مطلقا كده دليل في الطهارة وغيره يبقى حتى في الرأي كويس حتى في الرأي ده على كلامهم الشفعية هم اللي قالوا الكلام ده الملكية عندهم الماء المشمس استعمال ولا كراها في خارج نبنشرح ماذا بالشفعية لكن الملكية ما عندهمش مشكلة فيه ولا الاحناس ده ده ماذا بالشفعية خلينا بس نخلص الحتة دي نقف في جملة مفيدة وبعدين نسأل عشان نعرف ممكن سؤالك هتلاقي جاته بعد لحظة بس مش مؤمش الماء المشمس مكروس تعماله مطلقا بشروط لازم شروط حاجي بالك بعد شروط لحظة مش أي ماء مشمس وشمل ولا شكلة ولا فرق في الكراها بين القليل والكثير والمغطى والمكشوف طالما شمس يعني استخم بالشمس سواء كان مغطى مكشوف سواء كان قليل كتير كله ولكن المكشوف أشد كراها لشدة تأثير الشمس فيه عن المغطى كويس في البدن استعماله في البدن لا في الثور أو قال لك ولا في الثور تغسل بيها مبروك قال هالشي ما ترموهمش بقى استعماله في البدن أي بدن من يخشى عليه البرس أصلهم كانوا زمان متطورين أن الماء المسقن في الشمس في إناء منطبع يعني مطروك يعني من نحاس أو من حديد في قطر حار بالقيود دي إذا استعمل في البدن بيعمل زهومة الزهومة دي تيجي على على الجلد تعمل برس بيمسل زي فقالوا مكروه استعماله في البدن لكن السوب أنت مش خايف السوب يجيله برس استعماله في السوب فاتبالك في البدن طبا لم يسبس طبا لم يسبس لكن ما زالت الكراها عندنا رجحها الشفعية إلا أن الإمام النووي لم يرجح الكراها واختار عدم الكراها الإمام النووي كالمالكي وهو من أبي إمة المز لكن الفتوى على الكراها خلافا لترجيح الإمام النووي يعني حكاة واسعة حكاة واسعة سهلة في البدن أي بدن من يخشى عليه البرس أو زيادته أو استحكامه يعني يخشى عليه أن يجي له برس أصلاً أو هو عنده برس فممكن يزيد أو عنده برس فممكن ما يخفتش هذا معنى زيادته أو استحكامه يعني يتحكم في المرض فشمل الأبرس لأنه قد يزيد برسه أو يستحكم وشمل أيضاً بدن غيره الأدمي حتى غير الأدمي اللي انت خايف يجي له برس كالخيل البلق الخيل الأبلق ده ده خيل غالي ده تلاقيه عبارة عن سواس بياد الخيل الأبلق ده خيل عربي أصيل تلاقيه سواس بياد ده من أغلى أنواع الخيوط فاللي عنده خيل بلق دول بتلاقيه بيتعامل معاه أحنم يتعامل عبنه شوفها ده إيه لأنه خيل بيبقى غالي فإنسا لو لو أنت خايف على بدنك من البرس وإنسا للحمية الخيل ده يوم يجي له برس في السواد بتاعه فيبيض تبقى بقع عبيدة في السواد وكده غير اللي ربنا خليقها تعيبه تيجي تبيعه تخف فيقولك كمان إيه أي بدن تخاف أن يجي له مرض ده ما تستعمله شوي كالخيل البلق بخلاف بدن من لا يخشى عليه ذلك كغير الخيل البلق هو كتب الخليل أنا عندي كتب كغير الخليل البلق يبقى النسخة بتاعي كوكويس ولا فرق بين ظاهر البدن وباطنه ولا فرق بين ظاهر البدن اللي هو البشرة الظاهرة هي وباطن البدن اللي هو داخل الفم والبلعوم والحلق والشرق ده اسمه باطن البدن يعني أي تجويد فيه فيه بشرة لأن برضو فمك ده باطن لكنه فيه بشرة برضو مش كده برضو يبقى هذا الهضم بتاعك كله يعني ما تشربوه لأنه لا فرق بين ظاهر البدن وباطنه فهمت زيبا ما تشربوه برضو ولا فرق بين ظاهر البدن يعني البشرة وباطنه فلو شربه ولو في مائع كره بخلاف تناوله في جامد من الطعام للسهلاك يعني لو شربه ولو في مائع يعني عمل بيه شاي مكروه برض لأنه استعمله في باطن البدن لكن لو استعمله في جامد استهلك في الجامد يعني طبعا عجنس بلدي عجنس بلدي وبقى عيش ده جامد يجود لأن استهلك فيه هذه معنى في جامد بخلاف تناوله في جامد من الطعام لاستهلاكه لا في السوب أي ولا في طين وأرض وآنية فأي سوف لا في طين ولا أرض ولا آنية ولا في سوف يعني سائر لاستعملة الأخرى ونحوها ولو غسل ثوبه بالماء المشمس ثم لبسه ما هو الثوب حيلز على البشرة مش كده برضو لو غسل ثوبه بالماء المشمس ثم لبسه فإن كان ذلك حل رطوبته وحرارته كرة يعني لو لبسه هو لسه مبلول مكروه لأنه كده كأنه لبس بدنه بالماء المشمس وإلا فلا وإلا لو لبسه بعد ما ينشف ما يبرش هذا فهمت كذلك؟ فهمت كذلك؟ هذا معنى كلامك ولا تعود الكراهة إن عرق فيه طب افرد لبسه ناشف لكن عرق فيه فرجع البلتين ما تعودش لي الكراهة الشيخ عايز يأفل لك أي احتمال يجي في مخ ما عارفك بتفكر كذلك؟ فهمت كذلك؟ فعايز يصلح لك كل هذا ولا تعود الكراهة إن عرق فيه على المعتمد خلافا لما نقله المحشي اللي هو البرمون لما يقول الإبراهيم البيجوري المحشي يقتل البرمون عن القمولي وأقره القمولي والمحشي اللي هو البرماوي قالوا إنه لو عرق فيه تبال لتعود للكراهة سيمت؟ لكن بيقول لك لا الكلام ده بتاعهم هم ده اكتهد من عندهم إحنا مش مفقين عليه عام إنه قلناش ده ها؟ ده كلام إيه الشيخ إبراهيم وهو الماء بيقول وهو الماء المشمت وهو الماء إلى آخره هو من حصر الخبر في المبتدى فلا ينافي كراهة غيره كشديد البرد البرودة والسخونة خد بالك إنه فيه حصر إضافي وحصر حقيقي في اللغة حصر إضافي وحصر حقيقي الحصر الإضافي اللي هو ما يمنعش دخول غيره ده الحصر الإضافي خد بالك الحصر الإضافي اللي هو ما يمنعش دخول غيره إنما الحصر الحقيقي اللي هو يحكم إن الحكم في المحصور ده بس بحيث ما يدخلش غيره ده الحصر الحقيقي حصر المبتدأ في الخبر حقيقي حصر المبتدأ في الخبر حقيقي إنما حكس الحد إنما حصر الخبر في المبتدأ إضافة حصر الخبر في المبتدأ إضافة أما تقول هو الماء هو مبتدأ والماء خبر المستعمل يبقى أنا حصرت هنا إيه الخبر في المبتدأ مش كده برضو خليت الماء المستعمل ده المكروه المجمز ده محصول في هو اللي هو إيه اللي هو المبتدأ حصرت الخبر في المبتدأ يبقى ده حصر إضافة لا يمنع من دخول غيره يبقى ممكن نقول إن الماء شديد البرودة وشديد السخونة أيضا مكروه استعمال تقيمت إزاي غير الماء المشمز بس مش الماء المكروه استعماله مشمز بس ومدخلش حاجة تانية ليه لأن ده حصر إضافة عشان كده بيقول لك هو من حصر الخبر في المبتدأ فلا ينافي كراهد غيره شفت كلام الشيخ لأن حصر الخبر في المبتدأ حصر إضافة لا يمنع دخول غيره إنما حصر المبتدأ في الخبر يمنع دخول غيره أما تقول إيه محمد رسول الله يبقى ما فيش حد معه رسول تقيمتل إزاي حصرت المبتدأ في الخبر حصرت المبتدأ في الخبر المبتدأ محمد خبره إيه رسول يبقى ما ينفعش يدخل غيره يعني مش أي واحد محمد يبقى رسول لا ده محمد المعلوم محمد بن عبد الله سيد الخلق النبي التهمي الزمزمي القراشي يبقى مش أي محمد يعني يجيلي محمد كده من أوروبا يقول لي من شد بتقول محمد رسول أنا محمد زي محمد القدياني ادعى النبوة في القديانية وكفره وكان يغسل نفسه مش عارب بيه عشان يبقى منهور وابتعه ويوهي من ناس فمحمد رسول ده حصر إيه حصر المبتدأ في الخبر يبقى حصر حقيقي لا يمنع دخول غيره سهمت إزاي وما محمد إلا رسول دي أدوات حصر بقى الحصر له أدوات برضي قد تحصر الأشياء بأداية أما تقول مثلا إيه قد يكون بما وإلا أو إنما أو بتعريف الترفين في المبتدأ والخبر محمد رسول الله حصرها بتعريف الترفين التلميذ الناجح محمد بتعريف الترفين فتبقى لك إزاي وقد تحصر بأداية قل وما محمد إلا رسول ما وإلا ما وإلا إيه من أدوات الحصر طب تفيد إيه لما قل وما محمد إلا رسول وما قل محمد رسول الله طب مكان ما هو ممكن ربك سبحانه وتعالى محمد رسول الله ليه قال وما محمد إلا رسول لأن الحصر هنا يدل على أن ليس له وظيفة أخر إلا إنه يبقى رسول تهمت إزاي؟ ده إسلوب حصر وإنما برضو حصر إنما الأعمال بالنيات إسلوب حصر فتبقى لك إزاي دي كلها أسليم حصر يبقى الحصر عموما حقيقي وإضافي والحقيقي يمنع دخول غيره والإضافي لا يمنع دخول غيره ومثال الإضافي حصر الخبر في المبتدأ لا حصر المبتدأ في الخبر افهم الحصر دي تهمتها؟ طب نجي بقى شوف الكلام وهو الماء هو من حصر الخبر في المبتدأ من طريق تعريف الطرفين لأن لا يكون المبتدأ والخبر حصر إسلوب حصر إلا لو كانت بتعريف الطرفين تهمت إزاي؟ لكن لو جبت الخبر ناكرة واخد بالك إزاي؟ والمبتدأ قصدي ناكرة وبدأت بالخبر علشان يعني يجوز الافتداء بالناكرة في حالة تقديم الخبر عليه؟ هتقول مثلاً إيه؟ لا ده ممنوع ممنوع التدخين لا ممنوع دي ما تنفعش تبقى خبر مقدم تمشي تمشي يبقى لما نعرف الطرفين يبقى ده إسلوب حصر في المبتدأ والخبر لأن المبتدأ والخبر بنخليه حصر لما يبقى معرف الطرفين لكن لو غير معرف الطرفين يبقى ما ينفعش يبقى 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 إسلوب حصر لكن يبقى مبتدأ والخبر لكنه مش إسلوب حصر يعني الحصر يأما بأدات حصر ما وإلا أو إنما أو بمبتدأ وخبر معرف الطرفين فإن حصرت المبتدأ في الخبر فكان حصر حقيقي يمنع دخول غيره وإن حصرت الخبر في المبتدأ بحصر إضافي لا يمنع دخول غيره فلا ينافي كراهد غيره كشديد البرود والسخون والمياه التي غضب الله على أهلها كما تقدم التنبيه عليه ولو جعل من حصر المبتدأ في الخبر لقتدى أن غيره لا يكره يعني يفتلي أن يمنع دخول غيره سيمسي كلام الشيخ بقى يعني معناه حصر حقيقي وسيشير الشارح إلى أنه من الأول اللي هو حصر إضافي حصر الخبر في المبتدأ الأول يعني حصر إضافي بقوله ويكره أيضا قوله المشمت اعترضه بعضهم اعترضه بعضهم بأنه كان الأولى أن يقول المتشمت لأن عبارته تقتضي اعتبار فعل الفاعل فإنه عبر باسم المفعول مع أنه لا يشترك فعل الفاعل فيكره استعمل أصل كلمة يا السلام على دقة المشايف هنا أخذ شفطة واحدة عشان دقة المشايف شف ياسين هو بيقول الشيخ بيقول الماء المشمت بيقولك كان حق يقول المتشمت فيه فرق بين المشمس والمتشمس المشمس يعني الفعل فاعل بأن أنا خدته وشلته وحطته قدام الشمس ده معناه مشمس اسم مفعول يعني وقع عليه الفعل فاعل يعني كأنه اشترط فعل الفاعل بكلمة المشمس لكن مش للحكاية كده ده حتى لو تشمس بنفسه بغير فعل فاعل برضو مكروف فقال حقه يقولي المتشمس شفت الجمال تاخد بالك انت من اللفتات دي من غير المشايخ دون عشان تعرف ان المشايخ دون عالم منورة شوف يسير المشمس اعترضه بعضهم بأنه كان الاولى ان يقول المتشمس لأن عبارته يعني المشمس تقتضي اعتبار فعل الفاعل فانه عبر باسم المفعول وطالما اسم المفعول اللي هو المشمس يبقى وقع عليه فعل فاعل مع انه لا يشترط فعل الفاعل فيكره استعماله سواء تشمس بفعل فاعل ام لا واجيبه بأن الفاعل هو الشمس فهو مشمس بتأثير الشمس مش بتأثير فاعل الفاعل الناس دفعت عن الشيخ قالوا لهم لا المشمس صحي عن الشيخ مش المتشمس ليه انت مش بتقول فيوشترك فعل الفاعل في المشمس ده هو قال لك ده 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 تأثير الشمس ده هو مشمس بتأثير الشمس فيدخل المتشمس تقيمت ازاي يعني بيرندوا على بعض المشاهد منقشات جميلة عارف بتخليك تتعلم الذكاء وتتعلم الدقة صحي مش هينبني علي عمل يعني انت النهاردة حتقوح البيت يعني ماستفدتش من ان كتير لكن انت تستفيد الدقة تستفيد البحث لما تيجي تقعد تقرأ في كتاب زي ده ازاي تعرف تطلع علم مش كانوا زمان وإحنا صغيرين يقولك بيقرأ في الكتب السفرة يا ده وحش كرهونا في الكتب السفرة وهي كتب تراثنا كتب أجدادنا اللي حملوا لنا الدين وبعدين بقى ان نقرأ في الكتب اللي متصححة بالكمبيوتر مليانة أخطاء هجائية زي التورة والإنجيل مليانة مصححة تطشيط لكن هو ده اقرأ في الكتب السفرة دي تلاقي مافيش ولا خطأ هجائي لانه كان العلماء يعودوا يراجعوها كلمة كلمة قبل ما يطبعوها إنما انت الوقت تعمل تاك 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 ولا خلاص اطبع تطبع تلاقي نصف وغلص صح ولا لا إنما الزمان دي الزمان ده كان حاجة تانية وأجيب بأن الفاعل هو الشمس مش المكلة اللي هو خليه يتشمس يعني زي ده الفاعل هو الشمس نفس فهو مشمس بتأثير الشمس فيه كما أشر إليه الشارح بقوله بتأثير الشمس فلا فيه فلا يشترك فعل فاعل غير الشمس قوله بتأثير الشمس فيه أي بحيث تفصل من الإناء من الإناء ذهومة تظهر على وجهه بحيث تفصل أو تفصل بحيث تفصل ذهومة أو تفصل يعني الشمس ذهومة فلو خلتها تفصل تبقى زهومة تظهر على وجه الماء مع كونها منبثة فيه أيضا أنت لما تحط الميا في إناء نحاسي وتحطه في الشمس كده مدة طويلة تلاقي عليه طبقة كده ملونة هي هذه الظهومة صح؟ دي اسمها الظهومة بيقول لك أن الشمس تأثيرها منبثة في كل الإناء مش في طبقة الظهومة بس مش معناها تشيل تقشط الحطة دي وتستعمل البلاد هي منبثة كلها في الإناء كل مع كونها منبثة فيه يعني بتفصل ذهومة وهي منبثة فيه تأثير الشمس ومنبثة في الماء كله ولذلك لو خرق لو خرق الإناء من أسفله لو عمل فتحة كده يعني حط الإناء ده تصور أن الإناء ده برميل والمية الشمس دربة في كده عملة زهومة على سطح وأنا عمل حنفية في آخر البرميل وبفتح زي زمان كان في بيت جدي كده في البلد وأخذ بالك إزاي فتفتح الحنفية تأخذ أنت من قاع الإناء يبقى بعين أنحط اللي فيها الشمس خدت بالك إزاي بيقول لك برضو ولو خرق الإناء من أسفله واستعمل الماء كره لأن الشمس منبثة في كل مش في حطة الزهومة دي بس ولا عبرة بمجرد انتقاله عن البرودة إلى الحرارة وإن نقل في البحر عن الأصحاب الاكتفاء بذلك وإن نقل في البحر وإن نقل في البحر اللي هو بحر المذهب الروياني وإن نقل الروياني في البحر أي كتابه المسمى بحر المذهب وإن نقل اللي هو الإمام الروياني في البحر أي في كتابه المسمى بحر المذهب حوالي أضعه عشي المجلد في مذهب الشفاية بحر المذهب بحر يا عم وش فيه جالة عود ومازال في التحقيق على فترة وقد يكون طبعاً لأنه كان من سنتين سمعت أنهما بيحققوا فيه نوين يتبعوه كتاب بحر المذهب فإذا انساهوا منه قد يكون طبعاً أنا مرحتش لمعرأة لكتاب السنانية فممكن كتاب بحر المذهب للروياني ده من الكتب العظيمة نقل الروياني بقى في البحر الكلام ده شوف المشايخ بيوفروا عليك الاطلاع على الكتب دي حتى اللي ما اتطبعتش شوف يا سيد ولا عبرة بمجرد انتقاله عن البرودة إلى الحرارة لأن ما زال تأثير الشمس منبسة فيه وإن نقل في البحر عن الأصحاب الاكتفاء بذلك أي بنقله من الشمس الحتة تانية برد لحد ما يبرد واستعمل الروياني نقل كده عن بعض الأصحاب قال لك لا عبرة بهذا النقل تظل الكراهة منبسة فيه تهم في إزاي أي صدر ما يجرىش حاجة استعمالها ماذا بالملكية واسه ومش في إيناق منطبع دي في بلاس ما مش ما متغطية ومش إيناق منطبع فيه خزانات مش منطبعة يعني مش حديث مش كده برضو الستيل ستيل منطبع فايبر جلاس مش منطبع ما يدرش ما مش متعرضة للشمس دي ماشي ببطن الأرض ما يستعمل ما يدرش ما يدرش ما يدرش الشخال الشمسي السخال نفسه هو اللي بيسخن بالشمس وبالما المية تسخن بالسخال مش بالشمس يعني هو بيحول ضوء الشمس إلى حرارة والحرارة ليه سخن بيها يبقى تغيرت الطاقة إلى صورة أخرى تفهمت ازاي مش بالشمس المباشرة لازم يبقى إناء منطبع يا جماعة في قطر حار لازم إناء منطبع في قطر حار يعني لو حطيته في أوروبا وتشمس وسخن ما يجراش حاجة لازم في قطر حار نعي في الاستواء في خط الاستواء مصر مش قطر حار قالوا لخوف البرس عشان كده قالك في البدن لا تستوي أيها من جهة الطب كراها من جهة الطب عشان كده الإمام النووي بيقول الكراها من جهة الطب إلى من جهة الشرع واخد بالك إزاي فإذا قال الطبيب أنه يدر ضر من جهة الطب والشرع يؤيد الطب إن إيه إن بين أنه يدر لأنه لا ضرر ولا درار كويس فالإمام النووي بيقول وقد ثبت من جهة الطب أنه لا يدر فزالت الكراها ترجح عدم الكراها تهمت إزاي أنا كلام لما إنهو في المجموعة كلام لما إنهو في المجموعة إيه للكلام لكن الشيخ ابراهيم بيقول لي ما عجبوش كلام لما إنهو تهمت إزاي حنشوف هنا هاتيج يبقى لازم يكون في قطر حار في إناء منطبع وإنهو يستعمل في البدن لا في السوق فبالت بالشروط دي كلها أخد بالك لازم الشروط كلها فما تقول ليش بقى المية اللي محطوطة في الإزاز دي واستعرضت للشمس مكروه لأن ده مش إناء منطبع ولو في قطر خار تهم؟ لأن ده زجاج أو حطي تفصيني أو حطي تفزير فخار كل ده ما فيهاش مشكلة إناء منطبع منطبع يعني مطروق جاي بالدأ فإنما الخزق مش مطروف الحاجات دي كلها مش مطروفة الفايبر دي مش مطروفة مش كده بردون؟ وهكذا يبقى لازم بالشروط دي اسمعني بس نخلص دي عشان عايزين إيه إن؟ إحنا كنا المفروض نمشي الساعة 9 فبيقول إيه؟ فهمت وإن نقل في البحر عن الأصحاب الاكتفاء بذلك أي نقل الروياني في البحر أي بحر المزل الاكتفاء بذلك أي نقله من مكان السخونة إلى البرود وإنما يكره محل كرهتي إذا وجد غيره أنا ما قداميش اللماء مشمس في قطر حار في إناء منطبع ولو ما فيش المية دي أنا حتيام لا ما فيش كرهة تتوضح يبقى علشان يشترف الكراهة يشترف الكراهة بشروط كتيرة منها أن يوجد غيره فإلا يوجد غيره لا كراهة أو الشرط وأن يكون في قطر حار وأن يكون في إناء منطبع وأن يكون في البدن في شروط محل كرهتي إذا وجد غيره إذا وجد غيره يعني وإلا فلا كراها حيث احتاج للطهارة به بل يجب استعماله ساعتها مش يوح يتيمم ويقول لي أصل الماء دي مشمسة ما ينفع يتيمم بل يجب استعماله إذا ضاق الوقت ولم يجد غيره يبقى متى يجب استعمال الماء المشمس سؤال في الامتحان الشفوي يسألونا كده في فقه الشفعية متى يجب استعمال الماء المشمس أصلهم ما عارفين أن الشفعية يقول لك مكروه استعماله الشيخ عايز بقى يعني في الامتحان يلفلك الموضوع فيقول له متى يجب استعماله يا ابني يجب يعني يأسم لو ما استعملوه يقول له إذا لم يوجد غيره واجب استعمال وإذا ضاق الوقت ووجد غيره واجب استعمال يعني أنا قدامي إناء فيه ماء مشمس ولكن فيه مية تانية غير مشمسة بس مسافة طويلة على موصل لها وأنا لو وصلت لها وأنا في آخر وقت الظهر حدا علي العصر يبقى هنا ضاق الوقت يبقى يجب استعمال ده والحق أترك ركعة من الده قبل ما العصر يدر مش هروح أنا للبلد التانية ولا للشقة التانية لا إيه الحق بقى لأنه ضاق الوقت يبقى إذا ضاق الوقت أو لم يوجد غيره واجب استعماله يبقى متى يجب استعمال الماء المشمس ومتى تزول الكراهة إذا وجد غيره متى تزول الكراهة إذا لم يوجد غيره تزول الكراهة إذا لم يوجد غيره يبقى يباح استعماله بلا كراهة إذا لم يوجد غير بل يجب استعماله إذا ضاق الوقت ولم يوجد غير أخذت بالك أي أي لأنها مطلق ماء لكن المغصوب لا المغصوب لا إذا قلنا بكراهتها ودواجه كراهة استعمال مياه الناس المغضوب عليها يبقى يجب استعمالها إلى مؤمن غيرها وإذا قلنا بحرمتها يبقى كأنها مش موجود زي الماء المغصوب على حسب أنت حتمشيها على القول بالكراهة ولا بالحرمة إذا خلتها في حرمة لا يا حرام أي ويعني اللي محظور استعمالها سواء مكروه أو حرام معناها محظور استعمالها سواء هذا الحظر حرمة أو كراهة إنما يكره محل كراهة إذا وجد غيره وإلا فلا كراهة حيث احتاج للطهارة به بل يجب استعماله إذا ضاق الوقت ولم يجد غيره وترتب الضرر على استعماله غير محقق ولا مضمون يعني لو شك أو توهم أنه سيدره لو شك أو توهم أنه يدره فلا مش متحقق الضرر يبقى لا يوجد غيره يستعمل ولو كان الترتب الضرر مشكوك فيه أو متوفر لكن لو غلب على ظنه سهمت إزاي بقى ما يستعملوش نعم لو غلب على ظنه حصول الضرر باستعماله ولو بمعرفة نفسه في الطب حارو ما استعماله يبقى ساعتها يتيمم فيمس؟ عشان كده قلتلك لو قلنا أن الماء المغضوب عليهم مكروه يبقى يستعمله إذا لم يوجد غيره ولو قلنا حرام يبقى مستعملوش كأنه مش موجود يتيمم ساعة نبني وإحنا بنرجح لحرمة نرجح أنه حرام فلا يستعملها حتى لو لم يوجد غيرها يتيمم كدت بالك شرعا أيوة طبا يعني مكروه استعماله شرعا بيقول في الشرع أيوة طبا لأن سببها أمر إرشادي من الطب وهو أن الشمس تفصل من الإناء ذهومة تعلو الماء فإذا لاقت البدم ربما حبثت الدم فيحصل البرث أو يزيد أو يستحكم فأذي الكراهة شرعية وطبية فيثاب تارك ذلك إن قصد الامتسال ولذلك قال بعضهم قد يكره الشيء طبا وشرعا كما هنا في الماء المشمس يكره طبا وشرعا وكالشرب قائما يكره طبا وشرعا وقد يكره طبا ويستحب شرعا كقيام الليل الده كاترة يقول لك نام شوية رايح بدنك عشان تبقى ياول وقيام الليل حقيق لك منامك ويخليك صارك ويخليك لا أو قيام الليل يكره طبا ويستحب شرعا يكره طبا ويستحب شرعا وقد يستحب طبا ويكره شرعا كالنومي قبل صلاة العشاء كبس عليك النوم خالص بعد ما كلت بعد المرض ياه وقينك سييلة لا طباء يقول لك نامي ياخي ما تتوينش نوم إن لبدنك عليك حق والشرع الشريف يقول لك يكره النوم قبل العشاء ليه لإنك لو نمت حتصحة لقى الفجر ده وذي عليك العشاء لإنت إزاي فقد يكره قد يطلب قد يكون مكروه شرعا ويستحب طبا كالنومي قبل صلاة العشاء وقد يستحب طبا وشرعا الاثنين يستحب طبا وشرعا كالفطر في الصوم على الثامر ده يستحب طبا وشرعا لأنه يرد ما ذهب من البطر من أثر الصوم وبعدين نقرباء الشروط إن شاء الله اللي هي بقطر حرب نعم من طبع في البدن لا تستحب الكلام نقوله إن شاء الله في الجلسة القادمة بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إلهي الأنت نستغفرك أنتب إليك إن الله وملائكة لو يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي أرض على صلاة على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكرون عفا ذكرك الغاتلون جزاكم الله خليل